الحدث المهم اللي كانت تنمارين بتكلم عنه من شوية وطبعا حدث في منتهى الأهمية في رأي وفي رؤية كل المصريين وكل المصريين بيتابعوه يعني النهاردة طبعا بمنتهى الاهتمام وهو طبعا أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن اللي تولى المهم عاقب خروج طبعا منتخب مصر من بطولة أفريقيا من الدور التاني وبالتالي رحيل البرتغالي بيتوريا النهاردة منتخب مصر إن شاء الله حيواجه أو بيواجه بالفعل منتخب نيوزيلندا في تجربة ودية مهمة جدا وقوية جدا في بداية مشوار كاس عاصمة مصر اللي بتنظمها طبعا الشركة المتحدة للرياضة واللي الحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال كل أشاد وكل أجمع وكل بيؤكد على أن حقيقة الشركة وفرت كل حاجة منتخبها يعني منتخب مصر المحتاجها وكمان كافة المتخبات المشاركة فيها دي البطولة عشان تخرج البطولة في نهاية المشوار بشكل رائع يليق باسم مصر ويليق كمان بالنهضة اللي بنعيشها كلنا في مصر على كافة الأصعادة في الفترة الأخيرة حدث مهم جدا الحقيقة حياة كريم فعلا زي ما أنت بتقول النهاردة زي ما هو حدث مهم لازم النهاردة أن احنا زي ما بنقول كده نقطة من أول السطر بنبدأ عهد جديد الحقيقة كل الدعم فيه لمنتخب مصر والقادة الفنية الجديدة يعني حياة خلينا نقول بقى أن احنا نرمي كل المشكلات اللي حصلت خلال الفترات الماضية وراء ظهرنا علشان نبتدي أن احنا نبني منتخب جديد وقوي وقادر على العودة لمنصات التتويج من جديد الحقيقة احنا عايشنا فترات صعبة جدا خلال السنوات الماضية يمكن الجمهور المصري كان متعطش لتحقيق طموحات وتحقيق بطولات جديدة تحديدا الجماهير خاصة في ظل الدعم الجماهير الكبير اللي بيلقى الجهاز الفني طبعا الجديد بقادة التوأم حسام حسن إبراهيم حسن اعتقد أن الدعم ده هيكون أكبر حافز اليوم في مهمتهم الجديدة خاصة يعني كريم أن يمكن شوفنا الجمهور المصرية قعدت تطالب مرارا وتكرارا بفكرة وجود مدرب مصري وطني والحقيقة أن كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن أو التوأم كان الحقيقة كل الناس كانت بتتكلم لا يا جماعة احنا محتاجين التوأم في المهمة الجديدة لمنتخب مصر حقيقة خلينا نقول ده يمكن دعم وحافز كبير جدا للقيادة الفنية أو يعني يمكن كمان لمنتخب مصر ولكن خلينا برضو نقول للجماهير المصرية ما تبقوش مستعجلين نهاردة أكيد أول اختبار فعلا للقيادة الفنية الجديدة لمنتخب مصر ولكن الحقيقة لسه التجربة ما ينفعش أن احنا نحكم عليها دلوقتي لسه قدامنا كتير ولسه قدامنا شغل كتير بطولة ودية أي نعم طبعا دولية ويشارك فيها منتخبات مهمة جدا ولكن الحكم على هذه التجربة لا محتاجين أن احنا ندي للقيادة الفنية والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بعض من الوقت علشان يقدر أنه هو يسبت نفسه وياريت كمان اللي يستجيبه للنداء دولي والدعوة اللي انت بتطرحيها دي يا مريم حتى الفئة اللي هي ما بيعجبهش العجب الناس اللي دائما بتتصابق في إصدار الأحكام قبل ما تبقى حتى شايفها كل المعطيات قدامها والحافظ الجماهيلي ما فيه شك أنه طبعا مطلوب على الفكرة ده لازم يتعامل كمان من وزع وطني بحث لأن احنا في نهاية المطاف مش بنتكلم على نادي مش بنتكلم على فريق احنا بنتكلم على منتخب مصر فحتى فئة الناس اللي عندها تحفظات كان أو اللي بينت أن عندها شيء من التحفظات مع بدء الإعلان عن وجود التوأم كقيادة فنية المنتخب مصر أعتقد أنه من وزع وطني بحث لازم هم كمان يدعمه زي ما كلنا لازم ندعم طبعا كابتن حسام حسن الفترة اللي جاية إن شاء الله حبا فيه منتخبنا قبل ما يكون حبا فيه هو بإمكانياته بقدراته بتاريخه بالتفاؤل والعشم اللي موجودة عند الناس كتير قوي وعلى فكرة أنا من الناس دي اللي شايفة إن تفصيلة الروح لوحدها اللي موجودة عند كابتن حسام حسن هتعمل شغل كبير جدا لفترة جاية مريم ولا سيهمة وأعتقد أنت كمان شاهدة على العصر واحضرتي فترات طويلة كنا سيبك بقى من الفنيات وسيبك من نتائج المواتشات اللي لعبها منتخبنا إيه لآخره احنا كنا بندور وبندعبس على الروح قال الله هي الروح فين؟ بالزبط فأعتقد إن ما ينفعش يتقال الروح فين الفترة اللي جاية تحت أو في ظل قيادة كابتن حسام حسن لأن دي من أكتر حاجات اللي بتميزه هو شخصي هو الحقيقة واخد فرصة ودعم كبير جدا من الجماهير ده هيشوفه وهيبقه في ظهره على عكس أي جهاز فني طبعا الجماهير المصرية كانت يعني خلف أي جهاز فني وورا أي جهاز فني لأن ده منتخب مصر في الأول وفي الآخر ومنتخب مصر زي ما احنا بنقول مصلحته فوق الجميع وإحنا دايما كنادي أهلي ومنظومة نادي أهلي وشاشقنات نادي الأهلي دايما في أي مهمة رسمية لا منتخب مصر دايما بنقول منتخب مصر فوق الجميع ولكن الحقيقة إن الروح اللي موجودة دي زي ما أنت بتقول يا كريم فكرة القيادة الفنية الجديدة لازم تستغل الدعم اللي موجود من الجماهير ده لأنه مختلف عن دعم أي جهاز فني كان موجود قبل كده فلازم يستغلوا النقطة دي بشكل كبير جدا لأن الجمهور شيء أساسي ونأمل أن النهاردة تكون نقطة بداية تريم في عودة الجماهير تاني لتشجيع منتخب مصر الحقيقة في الاستداد إحنا مش عايزين أكتر من كده الحقيقة وأتمنى أنه فعلا نتحقق وابتداء من النهاردة وتاني أنا بأكد على الكلمة أو على النقطة اللي قالتها مريم لحضراتكم وهي نقطة منتها الأهمية فعلا ما نسبقش الأحداث يعني عشان فيه ناس برضو إيه حتلاقيها برضو عادة الناس اللي تستطفر معها العكرة واللي مش بيعجبها العجب ممكن أي صغرة من وجهة نظرهم يعلقوا عليها شماعة بقى ويبتدوا يتكلموا وحاجات زي كده ده مش مطلوب مننا إحنا دلوقتي مطلوب مننا كجماهير مصرية إن إحنا ندعم الجهاز الفني الجديد وندعم طبعا كل اللعيبة اللي موجودين عندنا فيه طبعا منتخبنا الفترة دي إن شاء الله وعلى ذكر الجمهور كنا برضو عايزين نقف شوية عند تفصيلة الجمهور وإن الجمهور إلى أي درجة فعلا حضوره بيفرق كتير وكلنا حضرنا لحظات كان الجمهور هو اللي ليه قول الفصل وهو اللي ليه يد العليا في تحويل مصار المباراة أو في تحويل النتيجة من خسارة إلى فوز وفوز عريض كمان الجمهور لما بيزقر في المدرجات الحكاية دي بيبقالها نعكسات حضراتكم قادرة مني بيها بكتير وكتير جدا من حضراتكم بيكون جزء اللي يتجزأ من هذا الجمهور الناس اللي بتحضر دايما يعني المتشات في الاستادات وعرفة كويس قوي الجمهور ووقعه إلى أي درجة بيكون في منتقى الأهمية ماتش النهاردة المفتحة هيكون موجود فيه 30 ألف مزبوط 30 ألف متفرق يعني صح كده يعني أتمنى إن شاء الله تكون دي نقطة بداية وإن الفترة اللي جاية نشهد زيادة ملحوظة أكتر وأكتر في نسبة حضور الجماهيري ولا سيما المتشات المتعلقة بمنتخبنا إن شاء الله